بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان كيفية حساب الثوابت في الدالة العددية بطريقة المطابقة أنصح به السنة الثانية والثالثة لأنه سؤال كثير تدول في البكالوريا حيث قال F الدالة العددية المعرفة على R معادة ناقص واحد B F لإيكس مكعب زائد ثلاثة إكس مربع زائد عشر إكس زائد خمسة على إكس زائد واحد كل مربع قال نسمي CF المنحنية الممثلة للدالة F في المستوي المنسب لمعلم متعامد ومتجنس OEG قال أوجد ثلاث أعداد ألفا وبيتا وقاما بحيث يكون من أجل كل X من DF وهي دي أف أر معادة النقص واحد لأن النقص واحد تعديم المقام يعني قيمة ممنوعة حيث F لإيكس زائد ألفا زائد بيطا على إكس زائد واحد زائد غاما على إكس زائد واحد الكل مربع إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال الذي قال أوجد ثلاث أعداد حقية ألفا بيطا وقاما حيث F لإيكس سنونا هذه العبارة لأن هذه العبارة وهذه العبارة متساؤية إذن نكتب هنا إيجاد ألفا بيطا وماذا وقاما إذن لإيجاد ونحن قلنا سمينا الفيديو بطريقة المطابقة إذن لإيجاد طريقة المطابقة عندنا ثلاث خطوات في العبارة التي تحتوي على المقامات إذن عندنا المرحلة الأولى لهذه المراحل لا تكتبها على وقت إجابة إنما يحفظوها فقط وطبقوا إذن عندنا أولا توهيد المقام المرحلة الثانية اللي هي النشر وترتيب ماذا القوة عندنا المرحلة الأخيرة اللي هي الثالثة عندنا المطابقة وهذه المرحلة أكيد هي التي تحتاج إلى عمليات كثيرة والدقة في الحساب إذن أولا نأتي إلى العبارة ها هي أمامكم انظروا ها هي العبارة أكيد سوف نقوم بتوحيد المقام مقام مشترك ها هو أمامكم لأن هذه F لإكس وهذه F لإكس يعني عبارتان متساويتان إذا صبح أنا F لإكس يساوي أكيد المقام المشترك أكيد قلت هو إكس زائد واحد كل مربع هذا مقامه كم واحد حتى يصبح له نفس المقام أكيد نضربه في إكس زائد واحد مربع إذن نكتب هنا هكذا إكس زائد ألفا حتى يصبح له هذا له نفس المقام مثل هذا إذن فنضربه في إكس زائد واحد مربع ثم زائد بيطا في ماذا نضربه حتى يصبح هنا إكس زائد واحد مربع فأكيد نضربه في إكس زائد واحد لو نضرب هذا في إكس زائد واحد وهذا في إكس زائد واحد المقام يصبح هنا إكس زائد واحد مربع يصبح هنا بيطا في إكس زائد واحد ثم غاما عندها مقامها مواحد فلا بأس إذن في زائد غاما أما المقام يصبح هنا إكس زائد واحد مربع إذن المرحلة الأولى توحيد المقام قد أنهيناه نأتي الآن إلى المرحلة الثانية للمرحلة النشر وترتيب القوى لاحظوا جيدا إذن فماذا نكتب؟ نكتب هنا تساوي ثم نضع خط الكسر هكذا وننضلق أولا عندنا هذه القيمة لو نقوم يا أبني بنشرها ماذا تصبح لنا؟ أكيد تصبح لنا هكذا X زائد ألفا لماذا؟ هذه متطابقة شاية رقم 2 يعني تصبح هنا X مربع زائد 2X زائد واحد ثم زائد نأتي الآن إلى هذا ننشر هنا تصبح لنا بيطا في X زائد هذا في هذا زائد بيطا ثم زائد ماذا؟ زائد جاما المقام هو دائما X زائد واحد مربع نكمل الآن مع عملية النشر في الحد الأول وهو هذا الحد إذن فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تساوي ثم نضع خط الكسر ونكمل المقام قلت يبقى هو هو اللي هو X زائد واحد الكل مربع أما البصنا نشر هذا في هذا تصبح هنا X مكعب ثم زائد هذا هنا زائد 2X مربع ثم زائد ماذا؟ زائد X ثم زائد عندي الآن هذا مع هذا يعني تصبح هنا ألف X مربع زائد إذا قلت ألف X مربع زائد 2 ألف ماذا؟ ألف X زائد ماذا؟ زائد ألف زائد بيطا إكس زائد بيطا زائد جاما هكذا الآن عندنا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ترتيب القوة ما معنى ترتيب القوة؟ أول قوة عندنا هذه نتركها كما هي يعني نضع خط كسرها هكذا وننطلق في ترتيب هذه القوة المقام قلت هوه اللي هو إكس زائد واحد مربع أما في البسط ترتيب القوة عندنا القوة الكبيرة اللي هي هذه اللي هي إكس مكعب زائد نأتي الآن إلى القوة الثانية اللي هي عندي هذه أو نضع لها رمز هذا وعندنا هذا هذاني لاحظوا وانتبهوا نقطة نقطة أبنائي إذن قلت عندنا هذا مع ماذا؟ مع هذا فماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا إثناني زائد ماذا؟ زائد ألفا ضرب ماذا؟ ضرب إكس مربع لماذا؟ لأن هذا مع هذا نستخرج الإكس مربع المشترك ثم نأتي الآن إلى عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا مع معنى العدد مضربة في الإكس فقط تبعنا زائد ماذا؟ زائد أولا عندنا واحد زائد إثنان ألفا ثم زائد بيطا الكل مضربين في ماذا؟ في إكس ثم يبقى هنا الثوابت الأخرى اللي هي عندي هذا وهذا وهذا اللي هو زائد ألفا زائد بيطا زائد ماذا؟ زائد غا عفوا زائد غاما لاحظوا جيدا الآن هكذا تسمى هذه المعادة تسمى ترتيب القوى نأتي الآن إلى المطابقة يا أبناء لاحظوا جيدا إذن لاحظوا هنا جيدا نستعمل الآن طريقة المطابقة إذن هذه اسمها ماذا؟ قلنا اسمها أفلي إكس وهذه كذلك اسمها أفلي إكس تتساوي العبارتان معنى هذه وهذه العبارة سبحان متساوية لأن كلاهما عبارتين أفلي إكس مع إكس دائما قلنا يختلف عن قيمة التعدل من مقام لها إكس يسعينا نقص واحد الآن تتساوي عبارتان في الثانية الثانية إذا تساوي أولا ما قامها مع ما قامها يعني مجموعة تعريفها ومقامها مع ما قامها معامل هذا كم هنا واحد يساوي لنا المعامل هنا واحد لاحظوا جيدا وعندنا المعامل هذا اللي هو إثنان زائد ألفا هذا معامل ماذا؟ إكس مربع يساوي لنا معامل إكس مربع هنا دقيقوا يعني هذا يساوي لنا هذا ما معنى؟ معنى إثنان زائد ألفا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثلاثة لأن المعامل X مربع هنا هو 2 زائد ألفا وهنا هو 3 نأتي الآن إلى الـ X لاحظوا معامله هنا هو 1 زائد 2 ألفا زائد بيطا يساوي أن هناك عشرة إذن نكتب هنا كذلك 1 زائد 2 ألفا زائد بيطا يساوي أن هناك عشرة يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كان هنا المعامل موجود وهنا لم يكن لنا X أصلا يعني درجة X درجة أولى لا يوجد نكتب 1 زائد 2 ألفا زائد بيطا يساوي أن هنا صفر إذا لم نجد هنا ما يقابله الآن نأتي إلى الأعداد اللي هي ألفا زائد بيطا زائد غاما ماذا يساوي في هذه الجامعة؟ يساوي أن العدد الذي ليس فيه X هو 5 يعني نكتب هنا ألفا زائد بيطا زائد غاما يساوي أن هناك 5 لو كان من هنا موجودين ومن هنا لا يجد ما يقابلهما نكتب يساوي الصفر ونكمل الحساب الآن نأتي إلى أسهل معادلة اللي هي المعادلة رقم 1 وهذه الثانية وهذه الثالثة الآن ننقل هذا إلى هنا فماذا تصبح سبهنا ألفا يساوي أن هنا ثلاثة ناقص اثنان معناها ألفا يساوي أن هناك 1 لحظتم؟ ثم نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا في هذا المكان في معادلة رقم 2 يعني تبقى تقنيات حسابية سبهنا 1 زائد 2 في 1 زائد بيطا يساوي أننا كم عشرة سبهنا هنا 2 في 1 هي 2 زائد 1 ثلاثة ثلاثة ننقلها إلى الطرف الأخر سبهنا بيطا يساوي أننا 10 ناقص ثلاثة يعني بيطا يساوي أننا كم يساوي أننا 7 ثم نأتي الآن بقيمة البيطا ونعوذها هنا وقيمة الألفا كذلك ونعوذها هنا في المعادلة الثالثة فيبقى أن المجهول ما هو المجهول وقاما لأن ألفا قيمتها 1 وبيطا قيمتها 7 وقاما هي المجهول الآن يساوي أننا كم يساوي لنا 5 هذا ننقله إلى هنا سبهنا قاما يساوي أننا 5 ناقص ثمانية لأن 1 زائد 7 هو ثمانية ومنه قاما يساوي أننا كم ناقص ثلاثة ها هي قيم يا ابني معنا تصبحنا العبارة F لـ يساوي يساوي أنك X زائد ألفا اللي هو واحد زائد بيطا هو 7 على X زائد واحد زائد جاما اللي هو ناقص ثلاثة ممكن أن نكتب الناقص هنا على خط ثلاثة على X زائد واحد الكل مربعة لأن العبارة ها هي العبارة ها هي قيمة ألفا بيطا وقاما يقول لحدكم وكيف نتأكد أن نحن على صواب يمكن التأكد طريقتين إما أنه واحد ما قام هذه العبارة ونجد العبارة هذه أو نأتي الآن ونعوذ هنا بقيمة الألفا زائد البيطا هل يساوي أنه عشر نعم واحد زائد اثنان في واحد هي ثلاثة زائد سبعة سبعة زائد ثلاثة عشر نأتي إلى هنا واحد زائد سبعة واحد زائد قلت سبعة ناقص ثلاثة يساوي أنه كم يساوي أنه خمسة نعم إذن نحن على صواب أرجو قد استفدتم من هذا الفيديو لأن هذا الفيديو ينفعنا كثيرا في حساب النهايات ومستقيمات المقاربة وفي الأخير أبناء وابنات الأجزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية الترحم على رحمة الطائرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته